شيئا فشيئا تتكشف أوراق الموازنة الثلاثية الأضخم في البلاد وثغراتها بمعالجة قضايا يصفها خبراء بالجذرية وبعد اعتراض على بعض فقراتها وموادها كحقوق المحافظات المنتجة للنفط وخلافات الإقليم حول صلاحيته في بعض المواد تتعظم قضية غياب أي تخصصات مالية خاصة بمعالجة مشكلات العراق البيئية ضمن نسخة المشروع إذ كشف مرصد العراق الأخضر المعني بدراسة وتشخيص مشكلات الوضع البيئي في البلاد عن خلو مشروع الموازنة من كلمات التصحر الجفاف التلوث البيئي وحتى التغير المناخي المرصد الذي يديره صحفيون وناشطون في حقوق الإنسان والبيئة هدد أعضاؤه باللجوء للقضاء للطعن في قانون الموازنة في حال تمريدها دون وجود أي تخصصات استثمارية لمكافحة التغير المناخي وكانت وزارة البيئة كشفت عن تخصيص سبعة مليارات دولار في الموازنة العامة للوزارات القطاعية المعنية بالبيئة بغية تنفيذ البرامج الخاصة بالمناخ إلا أن بيان المرصد نفى ذلك مؤكدا أن تلك الأموال المخصصة للبيئة هي ضمن الموازنة التشغلية أي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها من جهتها أكدت وزارة البيئة أن السبعة مليارات دولار خصصت للوزارات القطاعية بهدف تنفيذ برامج خاصة بالواقع البيئي وتغير المناخي بعيدا عن نفقات الوزارات العامة فيما أكد ناشطون أن حكومة السوداني تخالف برنامجها وبنوده الخاصة بالقضايا البيئية التي لها تأثير مباشر على صحة الناس سيما الواقع المائي في البلاد وانتشار رقعة التصحر التي تهدد معادلة الانتاج الزراعي والحيواني في بلاد النهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر